موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيان جديد للإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني صادر بموقعه على النت منتديدة البشرى الإسلامية البيان بتاريخ اليوم الثالث من ربيع الثاني لسنة 1443 للهجرة والموافق الثامن من شهر نوفمبر لسنة 2021 عنوان البيان هو بدر ربيع الثاني لكافة الدول بسم الله الواحد القهار قال الله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولتدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين صدق الله العظيم ألا تعلمون يا معشر المعرضين أن واحد ربيع الثاني هو مساء يوم الخميس ليلة الجمعة والسبب العلمي لذلك كون الشمس أدركت القمر شرق استراليا صباح يوم الخميس واجتمعت به الشمس وقد هو هلال مساء يوم الخميس ليلة الجمعة بتاريخ واحد ربيع الثاني وعليه فرغم كافة أنوف البشر فسوف يعلنون بدر ربيع الثاني مساء يوم الخميس بتاريخ الثامن عشر من شهر نوفمبر لسنة 2021 كل بحسب شروق القمر بالأفق الشرقي مساء يوم الخميس ليلة الجمعة والسبب حسب فتوى الله رب العالمين أن الشمس أدركت القمر فبعد الهلال من قبل الكسوف واجتمعت به الشمس وقد هو هلال ألا لعنة الله على المكذبين وهم يعلمون أنه الحق من ربهم فكيف تكون ليلة النصف لشهر ربيع الثاني مساء يوم الخميس ليلة الجمعة ما لم تكن حقا غرة شهر ربيع الثاني بحسب الإدراك مساء يوم الخميس ليلة الجمعة ألا لعنة الله على الكاذبين المكذبين بآيات ندر للبشر من عذاب يوم عقيم على الأبواب فلكم استخف علماء الفلك بعقول البشر فأطاعوهم وصدقوهم وكذبوا أن الشمس أدركت القمر فورد الهلال من قبل الكسوف واستمعت به الشمس وقد هو هلال رغم أن علماء الفلك نسفوا علمهم السابق الذي كان قبل أن تدرك الشمس القمر تصديقة من وكالة ناسا وببغواته من علماء الفلك العرب ولسوف يلعن الله علماء الفلك العجم والعرب لعنا كبيرة كونهم لا يعلمون علم اليقين أن الشمس حقا أدركت القمر فولد الهلال من قبل الكسوف واجتمعت به الشمس وقد هو هلال ولذلك سوف يجبرهم الله رغم أنوفهم أن يقولوا بدل منتصف ربيع الثاني مساء يوم الخميس بتاريخ الثامن عشر من نوفمبر لسنة 2021 بمعنى أن ليلة النصف هي ليلة الجمعة ليلة شروق القمر البدر بالأفق الشرقي كل بحسب شروق القمر في الأفق الشرقي عند غروب شمس يوم الخميس ليلة الجمعة المباركة ونقول سبحان علام الغيوب الذي سبقت فتوه عن المستكبرين في محكم كتابه في قول الله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين صدق الله العظيم ولسوف يرفع الله معيار حربه المناخية جوا وبحرا وبرا كون المجرمين استخفوا بعقول البشر الأنعام التي لا تتفكر فأطاعوهم وصدقوهم وكذبوا خليفة الله المهدي ناصر محمد اليماني وكافة البشر أجمعين لا يعلمون أن ليلة النصف من الشهر هي مساء يوم الرابع عشر ليلة الخمس عشر من الشهر ولذلك تسمى ليلة النصف فمن ثم اختلفت ليلة النصف من الشهر فصارت مساء يوم الثلاث عشر ليلة الرابع عشر أي قبل ليلة النصف من الشهر في جميع تقاويم البشر مسلمهم والكافر ولا ولن تجد أحدا في كافة التقاويم الفلكية كتب في معيار تقويمه أن غرة الرابع الثاني هي ليلة الجمعة بسبب غروب القمر يوم الخميس ليلة الجمعة فاقدا كافة شروط غرة الشهر في الفيزياء الفلكية ولكن بسبب أن الشمس أدركت القمر فورد الهلال قبل الاقتران المركزي واجتمعت به الشمس وقد هو هلالا في الاقتران المركزي للشمس والقمر فحتما غرة ربيع الثاني هي ليلة الجمعة شرط تكرر من أشراط الصاعة الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم إلى اتباع داعي الحق أو يتأخر ولكن سبحان الخبير بعباده وسبقت فطوى الله بالحق قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين صدق الله العظيم بل يولون مستكبرين وكأنهم لا يبصرون فحسبهم جهنم المحيطة بالمجرمين ليلة مرورها في قدرها المقدور في الكتاب المصطور ليلة يسبق الليل النهار بإذن الله الواحد القهار وهل سبب ارتفاع معيار حرب الله المناخية وهي بما يسمونها التغيرات المناخية إلا بسبب اقتراب كوكب سقر فأثرت على الشمس والقمر أم أن اختلاف ليلة النصف القمرية قبل موعدها بسبب احتباساتكم الحرارية حبص الله المجرمين منكم المستكبرين في داخل سجون أبواب جهنم السبعة والعاقبة للمتقين والأرض لله يورثها عباده الصالحين ولا سوف يعلم المجرمون أي منقلب ينقلبون فليبشروا بتصعيد حرب الله المناخية بشكل غير مسبوق إضافة إلى جنود جديدة فينالوهم عذاب من رجز أليم بما يسمونه كورونا وما هو بكورونا بل سلالات بعضة ما لا يحيطن بها علما ولسوف تأتي بمكر جديد ما لم يكونوا يحتسبون نظرا لتصديتهم عن التصديق بآيات الله تصديقا لقول الله تعالى والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد صدق الله العظيم ولسوف يقول المجرمون عما قريب حجرا محجورا يوم يأتي فيروس الموت فيقتلهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم فتتوفاهم الملائكة وهم صاغرون بموت الفجأة حين يقتلهم الفيروس المتين ولو ربما يود أحد السائلين أن يقول ما يقصد الله تعالى يوم يرون الملائكة لا بشر يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا صدق الله العظيم فمن ثم نرد على السائلين ونقول هو صدور أمر صناع القرار في الشعوب بقولهم ممنوع الاختلاط فيأمرون شعوبهم بالبقاء في حجورهم ولكن يوم يأتي فيروس كيد الله المتين لا بشر يومئذ للمجرمين من صناع القرار فلن تنفعهم حجوراتهم من بعد اليوم بإذن الله لكي يعقل أولي الألباب أن ما يسمونه فيروسات كورونا هو حقا من جنود مأمورة من الله الذي أرسلها سبحانه عما يشرك به المشركون ويلحد به الملحدون وكما سبقت فتوانا بالحق أكاد أن أسمي الفيروس المتين القادم فيروس المترفين كونه سوف يغزوهم بمكر خفي من الطبقة العليا وإن لصادقون بإذن الله رب العالمين ولسوف تعلمون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين خليفة الله على العالمين الإمام المهدي ناصر محمد اليماني ترجمة نانسي قنقر